وأيضا الاضطراب بين كونها في فتح مكة أو عند عودته صلى الله عليه وسلم من غدير خم حيث التنصيب اللي هو مقرون بحادثة الغدير أو بعد ذلك احنا قلنا قبل ذلك في الحلقة السابقة القوم عندهم خال العجيب قالوا مع كل حدث تاريخي يعلن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن عليا هو الإمام طيب كيف تقولون ذلك وأنتم قلتم بأن التنصيب ما تم إلا يوم الغدير وآية إكمال الدين في البرهان الذي سبقه نزلت بعد الغدير لتؤكد أن الدين قد كمل بولاية علي وعندكم رويات تقول هذا الكلام تقول اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب شوف حجم التناقض الموجود طيب إذا كان الدين اكتمل بولاية علي وتنصيبه يوم الغدير بعد حجة الوداع في طريق عودة النبي من مكة إلى المدينة إذن كل الأدلة التي ستسوقونها في إمامة علي أنها في غابر الأزمان وأنها في كذا وكذا غير صحيحة وإذا كانت الإمامة أو تنصيب النبي لعلي كان قبل الغدير إذن فتنصيبه يوم الغدير خطأ وغير صحيح أو على الأقل بداية التنصيب وآية إكمال الدين التي جاءت بعد حدثة الغدير كما تقولون خطأ أيضا خطأ فأنتم تقعون في تناقض عجيب تقعون في تناقض عجيب أيضا النجم إذا هوان هل بدأ التنصيب حين سقوط هذا النجم في بيت علي؟ دعنا بقى من مسألة كيف يسقط هذا النجم وهو أكبر من الأرض وأنا لما قرأت عن نجم الثرية هذا ونجم الزهرة وهو يبعد ستمائة مليون كيلو عن الأرض وحجمه وكذا ومواصفاته العظيمة كل دخل لي على جنب ولكن يتكلم في مسألة التناقض ولذلك هذا الاختلاف الشديد الموجود في هذه الروايات يعني أنت تفهم منه أن هذه الروايات كلها وضعت ونصبت إلى الأئمة لمحاولة إثبات هذه العقيدة المنحرفة ومن قال للنبي صلى الله عليه وسلم غويت فهو كافر والكفار لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول في الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله وتعالى ولهذا أيضا وجه طيب نشوف بعض هذه الروايات سريعا التي جاءت في هذه القصة جاء في بحار الأنوار في الجزء الخامس والثلاثون في الصفحة 272 والصفحة 273 شكرا للمشاهدة